مفهوم الهالويد سمايل بدأ يتراجع شوية مفهوم الهالويد سمايل وبدأنا نعمل ألوان أكثر طبيعية كل الناس تلاحظ أن ابتسامتي حالوة بسي ما حد الشي عارف أنا عملته التقنية اللي صلح فيها الإنسان سنانو ده فن وموهبة مهمة جداً كل حد ليه البصمة بتاعته وليه الابتسامة الصحيحة بتاعته مين الناس اللي فعلاً انتجان تحللهم مشاكلهم؟ أكترها بتبقى مشكلات عوجاج الأسنان المزمنة أهلاً بكم النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جداً عن زراعة الأسنان والحقيقة كل الناس من حقها أنها يعني تسأل أسئلة عديدة عن زراعة الأسنان لأنه زراعة الأسنان في علم الأسنان عملت بالضبط زي القفزة بتاعت الموبايل فجأة كده الجيل بتاعنا كان بيتكلم فيه تليفونات أمه سلك ويشيل التليفون ويوعد يتحرك من القوضة دي لقوضة دي وحد يدوس على سلك في قطع المكالمة فجأة قالوا لنا ده فيه موبايل هيتحط في إيدك وتتحرك ويتصل أول ما مسكنا ما جاليش مصدقين يعني يعني وبجد آه بجد يعني أنت ممكن وإنت ماشي جده حد يتصل ترود ويرن آه ما فيش سلك لا ما فيش الزراعة الأسنان كده قفزت قفزة مهولة مهولة عالم زمان زراعة دي واحد يروح ايه من زراعة الأسنان بقى يرايح بقى وقاعد وبتاع وجاي وقلم ويحكي لك والزرعة فشلت والزرعة روحت تاني إلى حاجة في خمس دقايق حاجة نسبة نجاحة عالية جدا التبان طبيعية جدا ما فيش أي ألم ما تحش بأي ألم مؤكدة بس طبعا المحترفين التكنولوجيا عملت كده والجيل الجديد في عالم الأسنان الحقيقة تعامل مع التكنولوجيا ب زي ما بيقولوا انصهار كامل تفاهم كامل طلع زراعة الأسنان رائعة لكن من حقوقوا تسألوا هي زراعة تنفع لمرضة السكر ولا ما تنفعش راجل كبير في السنة وعايز يزرع كل أسنانه بدل حكاية الطقم المتحرج المزعجة للناس كتير مباش طلريتد ليها وتبقى شيء مش لطيف ساعات أو كتير الزراعة تنفع للناس اللي عندها مشاكل عظمية اللي هششت العظام حقيقية حسنا كل الناس بتقول انه عنده هششت العظام يعني مش شعب كله عنده هششت العظام هششت العظام ده مرض خطير فلكن اللي عنده فعلا هششت العظام هتنفعه زراعة الأسنان ولا لا اللي عنده نقص عظام في الفك ليه احنا بنصر على الزراعة المباشرة ايه اللي بيحصل في الوش لو حضرتك ما عندكش سنان وطبعا احنا عندنا الشعب الذي يغيب أو يعني في نسبة منه كبيرة يغيب أسنان الجزء الخلفي كتير من الناس وبيتفرجوا عليها دلوقتي يقولك انت عرفت منين السنان اللي وره دي مش موجودة فعلا متكلة خلاص تكسرت ما همش بينا وره هل دي ات يعني اماني نحن سيبها مش موجودة كده هتضر وشنا اه هتضر وشك ازاي هتفهم نهارده نهارده حوار مسير جدا مع ضيف عزيزة علي جدا اسم متميز وكبير بعالم الأسنان وبستمتع جدا بحواره العلمي المنمق واداؤه الكلينيكي الرائع جدا ضيف العزيز الاسوز دكتور محمد عاطف اهلا بيك اهلا بيك دكتور ايمان بقيت انا دكتور شبه دكتور اسنان اه جدا رغبناها طب بيكش اهلا بيك زرائي فزراعة الاسنان انا عايز ابدأ بالحتة الاخيرة فقدان الاسنان انتعرف ان احنا عندنا حكاية الاسنان اللي في الاخر دي بتبوعت وبطنشين ايه اهمية تعويض فقدان الاسنان يبقى انا هبدأ بحاجة يمكن عامة شوية اكتر من فكرة الزراعة نفسها انا ليه هعوض سنة او درس انا خلعته او فقدته ايه اللي خليني اركب مكانه رغم ان يمكن اكون بقدر اتعامل مع الاكل بشكل مش سيء بقدر امضغ بشكل مش بطال بس ايه اللي خليني اعوض مكانه الحقيقة لو انا بس عندي الاهمية التجملية يبقى انا غلطة احنا عندنا كمان اهمية وظيفية في الاكل ولازم تفهمين كمان الجزء بالمهمة قوي ان الاسوأ لم يأتي بعد ما هو الاسوأ الاسوأ ان الاسنان في حالة حركة دائمة ومستمرة الحقيقة ده بينتج عنه ايه بينتج عنه ميل بعض الاسنان على بعض او حركتها على بعض والحقيقة ده بيتسبب في مشاكل خطيرة ممكن تصيب الاسنان ممكن يتسبب في تساوسات جانبية بنسميها secondary carries او التساوس الثانوي يمكن زي ما احنا شايفين في الفيديو الاسنان بالفعل بتتحرك ناحية بعض وبتقفل المكان بتحاول تقفل المكان اللي هو مكان السنة المفقودة على الجانب الاخر لو بصينا في الدروس بيحصل تقريبا معها نفس الفكرة بنلاقي الاسنان بتحاول تتحرك علشان تقفل المكان اللي فيه فقد السنة او السنة المخلوعة وده بيتسبب عنه يمكن زي ما قلنا التساوسات الثانوية اللي بتنتج عن كده وزائد مشاكل كتير جدا بتحصل في الانسجة الدائمة للاسنان الانسجة الدائمة للاسنان هي المسؤولة عن ان السنة تفضل في مكانها قوية فده بيتسبب ده التساوس اللي بيحصل وفوق السنة خرجت من مكانها فده بيتسبب في فقد المزيد من الاسنان يبقى نبروز الكلام لو معوضناش السنة اللي فقدناها هنفقد المزيد من الاسنان فهو هذا هو الذي يحدث ان انت هتدخل فيه زي ما بيقولوا منحضر فقد السنة بالزبط عمل كل شوية تفقد 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 وتوقع بالزبط كده القصة بدأت وصعب جدا ان هي توقف غير بتعويض الاسنان المفقودة ايه افضل طرق يعني الفهرس او المينيو اللي انتو بتقدموا المينيو ده تعبير لطيف برضو يعني اه 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 محقف الطب اه اه مينيو للمريض ايه اختار ايه افضل طرق تعويض الاسنان اه يمكن انا مش بحب استخدم قوي مصطلح افضل اه احنا عندنا بنسميه case by case study يعني لازم نذاكر كل حالة لوحدها ودايما فيه عندنا فكرة الطريقة الانسب وليست الطريقة الافضل اه فيمكن اه 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 طرق التعويض القديمة اللي زي التركيبات المتحركة او الاطقم الجزئية لو لو حبينا نسميها تسمية اخرى اه دي واحدة من من بدايات زي ما احنا شايفين الصورة اللي فوق على الشمال اه واحدة من بدايات التركيب وبيبقى لها جزء بلاستيكي داخلي وبتتشل وتتحط طبعا دي كانت بتسبب فحرج الناس لو لو فكت منهم وخلال الاستعمال الصورة اللي فوق على اليمين بتمثل الجيل اللي بعد كده من التركيبات وهو الجسور وفي الجسور كنا الحقيقة بنضطر نصغر السنة اللي قابليها واللي بعديها علشان نعمل ما يسمى جسر اه او بردج يقدر يركب في المكان ده بتركيبة ثلاثية فتقدر تعوض المكان اللي نقص الصورة اللي تحت هي بتمثل زراعة الاسنان وهي هنا بتورينا ان احنا عملنا استبدال لجدر الاسنان الطبيعي بجدر اخر صناعي هي دي الفكرة اللي بتدور حواليها الحكاية وبعد كده بنحط فيه فوقيها او بنركب فوقيها السنة الدائمة وانها ايه انهي افضل لا ما فيش حاجة اسمها افضل في حاجة اسمها انسب يعني انا ممكن في حالات كتيرة بقى محتاج جسر ولسبب مشاكل عظمية شديدة او حالة صحية لا تسمح بالزراعة يبقى ينفع اعمل جسر وفي حالات اخرى يمكن احتاج كمان اعمل التركيبة المتحركة الجزئية اه ايه الافضل في رأيك في رأيك الافضل وينيفر باسبل يعني طالما في الامكان ان احنا نعمل زراعة طبعا ان احنا نعمل زراعة لان ده على المدى الطويل افضل اه ما بيهددش بقية الاسنان ان ممكن يحصل فيها مشاكل بعد كده اه 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 دايما الاختيار بترتيب الافضلية للزراعة ثم التركيبات الثابتة ثم التركيبات المتحركة اه اه ازراعة زي ما قلت كده زي الموبايلات طبعا ده انا جيلي عاش الموبايل التليفون اللي هو البيت تمام اه اه بالضبط وفجأة قالوا لنا ايه ده فيه حاجة اسمها الموبايل وهتتحرك به صحيح الزراعة برضو نفس الكلام كانت الزراعة حاجة صعبة جدا دلوقتي بقيت حاجة سهلة جدا ايه اللي قفص في الزراعة القفصة في البرد مهم قوي نحنا نقول الزراعة زمان والزراعة دلوقتي الزراعة زمان الحقيقة كانت اجراء صعب يمكن التجارب الاولى في الزراعة بدأت في اواخر السبعينات دي يمكن معلومة تبقى يعني الناس ما تعرفهاش قوي اه في اواخر السبعينات بدأت فكرة الزراعة وبدأت تتطور بشكل متسارع جدا لدرجة ان انا قادر اقولك يعني بشكل كامل ان ممكن كل شهر فيه حاجة جديدة في الزراعة اه لو بصنا على الفيديو دي التكنيك بتاع الزراعة الحديث اللي بقى لا يعتمد على فتح وخياطه زي ما الناس يعني متصورة احنا بقنا نعمل مكان بالزبط على قد الزرع ونقفل عليها وفي حالات كتير كمان بنعمل ده بشكل فوري ان احنا نركب التاج النهائي والخارجي تعال نشوف حالاتك الحالات اللي هي الزراعة وكل حالة وراءة قصة تمام كل حالة لها قصتها الخاصة بيها انت قلت جملة في الاول مهمة جدا ان الزراعة تفصيلية الحيث دي عايزين نفهمها للناس اكتر القصة الزراعة لازم يبقى فيها يعني مراجعة لكل حالة على حدة في تفاصيل كتير جدا تفاصيل تيكنيكالي يعني ممكن يتكلم على هذه الصورة بشكل مبدئي احنا عندنا يمكن درسين الاخرانيين دي نموذج الزراعة الفورية دي بنسميها المرحلة الجراحية الصورة فوق يمين دي بدون زرعات الصورة تحت شمال دي بعد الزرعات بعد عشر دقيقة ويمكن الصورة اللي فوق الشمال دي بتورينا المرشد الجراحي ده شيء كده بيتصنع بالكات كان بتوري معينة فبيقدر يدينا بالضبط الاماكن المناسبة لوضع الزرعات الصورة اللي بعديها دي بعد الزراعة وهي فكرة الزراعة الفورية احنا بعد ما حطينا الزرعات فوق شمال قدرنا نحط الأباتمنت أو الجزء الخارجي من الزرع وبعديها بأسبوع واحد ركب الدرسين الخلفيين نقدر نشوف من الصورة قدي ايه فكرة الزراعة ممكن تبقى زي غير ما الناس متخيلة تماما نعمل اجرحية كبيرة طيب هل هل بنتوقع بعد إجراء الزراعة نفسه وهيقولك انت هتركب لي مصمار في الفك ومتوقع ان انا متقلمش ايوه انت مش هتتقلم ايوه انت مش هتتقلم لان الإجراء بالفعل غير مؤلم بالمناسبة العصاب بتاعت اللي بتسبب القلم ليست موجودة فلا العظمة فوش عصاب أصلا تماما فانت مش هتحس بالقلم ممكن تشعر في يوم الزراعة ببعض الاحساس بالضغط انا بحب أسميدي سكانفرت يعني بحب أسميه الشعور بعدم الارتياح أكتر إنما ألم لأ انت مش تشعر بألم فلازم نبقى فاهمين ان كل الأبديتس او كل الجديد في زراعة الأسنان بيؤدي انك تعمل زراعة أمنة فأسرع وقت وبدون ألم قبل ما نروح للحالة دي لو رجعنا سنة معلش الحالة اللي فاتت معلش نتعبهم معنا شوية جوه ايه التفصيلة انت في سؤال كل حالة ليها تفصيلة معينة ليها كده تركاية معينة بالدروس الخلفية ايه اللي لازم ناخد بالنا منه كمحترفين أسنان كمحترفين احنا لازم ناخد الطول وسمك زرعة الأسنان المناسب طول وزرعة الأسنان المناسب ده عامل مهم جدا في نجاح الزراعة وعدم وجود مشاكل أخرى فأنا لما بقول أن الزراعة هو إجراء غير مؤلم وغير بشرط أنه تعمل بشكل صحيح مش على المطلق يعني حاجة تانية كمان لازم يكون في في البلان أو الخطة بتاعتي الدروس المقابلة لها هل في دروس مقابلة لها تقدر تاكل عليها بشكل جيد؟ وهنا لو عملت زراعة وما فيش فيها دروس يبقى دي نانسيجنيفكنت ما لقاش أي قيمة تمام؟ فلازم يبقى بلان واضح الحقيقة دكتور أيمن ده مهمة وإن أنا أتكلم في الحكاية دي لأن أنا بشوف أن في حالات كتير من حالات الزراعة مش بيحصل تنصيق ما بين الدكتور اللي حطي الزراعات والدكتور اللي بيركب فبنلاقي آه زراعات كويسة وفي أماكن وزراعة قوية ومتمسكة بس ما ينفعش تركب عليها آه احنا شفنا كده كتير فالحقيقة تنصيق وعمل خطة ودائما هل رجل بتسألنا على قصة التيمورك قصة التيمورك ده أهم جزء فيها أن يبقى فيه تنصيق ما بين الدكتور اللي هو متخصص في وضع الزراعة والدكتور اللي هيحط التركيبة النهائية أو لو هو نفس الشخص يبقى بيعمل خطة واضحة ويقدر يمشي عليها بشكل جيد يعني مثلا في حالة زي إيدي دي أعتقد حدثة دي كانت حدثة بالفعل طيب أنا عرفت لي أنها حدثة لأنه مش معقول واحد يفقد السنان السنترال من غير ما يكون الجيواني برايحين وبالشكل كويس ده يعني هما سنانو الباقيين كويسين مش وحشين صحيح أو سنانو الباقيين كويسين مش وحشين صحيح سنانو الحالة دي كان كان فعلا حدثة والجزء المهم يا دكتور أيمان في الحالة دي يعني لو حبينا نبص على الفك العلوي هنلاقي رفوع جدا عظم الفك العلوي ومهم أننا يعني بدون يعني تفاصيل الحالة بيبقى فيها أشياء سلاسية الأبعاد وتخطيط جاد للحالة ونفس الشخص راح لعدد من الدكتورة وقال له لا أنت مش هينفع لك زراعة لأن الفك عندك لا يتحمل الزراعة لكننا الحقيقة ثلاث زرعات في الأماكن المناسبة للزراعة وبعد كده عملنا عليهم الثلاث أسنان المفقودة يعني هو كان دايما الحالة دي كان يعني أخر قوي تركبهم لأنه ما كانش عايز يبرد الأسنان التانية ما كانش عايز يبرد الأسنان التانية عشان يعمل جسر تمام فالحالة دي كدت مناسبة جدا للزراعة والحقيقة يعني النتيجة أتخالي كدت مرضية جدا 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 مناحة التجميلية كمان جزء الأخير فينا هل الزراعة وإحنا شايفينها دلوقتي في الحالة التالتة دي التجميل معلوش دور في الزراعة ولا أنا لازم يبالو دور التجميل لدور ودور التجميل الحقيقة مش محدود يعني مش بس في في اختيار لون السنة وفي اختيار وضع الزراعات في أماكن مناسبة ده بيدينا إن احنا قدر نعمل دايمنشنز أو أبعاد مظبوطة للسنة اللي هتركب عليها بعد كده كتير لقينا زراعات رجبة في أماكن غير مناسبة فهتلاقي الزراع مثلا اللي في النص دي مرحلة يمين قوي جنب فهتركب سنة فين يعني مش عايزة دوش الناس بمواضيع تكنيكا القوي أو يعني فنية جدا بس في النهاية الموضوع لازم يكون متكامل ما بين زراعة الأسنان والتركيب اللي بعديها أنا عايزة تكلم عن الحالة دي تحديدا الحالة دي يعني راح مكان من أكبر الأماكن الحقيقة وبقى برى مصر يعني ولما جوم يزرعوله للفك العلوي هم قالوا له آه حالتك مناسبة للزراعة عملوا كراك أو عملوا كسر لجزء كده في الفك العلوي بتسميها الكورتكالبليت وقالوا له لا أخ خلاص انت مش هنفع تعمل زراعة ولما جلنا الحقيقة احنا يعني يعني اشتغلنا على الحالة شوية ودناها فترة هيلنج مناسبة حصل التقام كامل وحطينا تلت زرعات بأمان جدا والحمد لله ما اضطرناش نعمل جسر برطة في الحالة دي الحقيقة يعني انت وجودك أضف لنا شيء مهم جدا جدا الهدوء والعلم التوضيحي لعالم طب الأسنان انت مهتم جدا بالتفاصيل العلمية وده شيء رائع جدا وحوارك لا يخلو من نصايح موجهة لشباب الأطباء وده شيء من سياساتنا احنا في القاهرة والناس ان احنا بناميل قوي ان احنا نفيد شباب الأطباء احنا الثقافة الطبية للناس المباشرة هي هدفنا الأول لكن فيها هدف تاني ودلت ورابع وخامس وما شاء الله انت بتحقق تقريبا التلت والرابع والخامس وكلهم من نصيحة لشباب الأطباء من توضيح لمهية صناعة زراعة الأسنان النهاردة وضحناها توضيح لتفاصيل الحالات للناس وايضا تفاصيل الحالات بمرور كده للمبتدئين في عالم زراعة الأسنان وبأسلوبك الهادئ أطفطلة حاجة مهمة جدا في علم الأسنان ممكن جدا الفترة الجانية يستفيد منها أكتر وكتر منك هي الشرح العلمي التفصيلي الشرح العلمي التفصيلي يعني ده شيء انت فيه 100% ان شاء الله أنا بشكرك على هذه الزيارة شكرا شكرا على جهدك النهاردة ووجودك معنا إضافة كبيرة للناس الحلوة وجود اسم كبير في عالم طب وزراعة وتجميل الأسنان السيد دكتور محمد عاطب فيه الناس الحلوة خلي بالكو الأسنان وطب الأسنان بقى ممتع جدا ومسير للغاية وفيه كم فكري جبار طب الأسنان اللي عجبني فيه رغم أن أنا طب بشري أنه لازم يبقى فيه زكاء أنا بقول له طبيب الأسنان مستحيل ما يكونش زكي جدا جدا لازم يكون زكي جدا يعني أنا من خلال نظرتي العامة يعني ديت شرط أساسي وأعتقد في هذه الحلقات الدكتور محمد عاطب هيأكد لكم على الحتة دي بشرح تفصيلي مهمة أوي علمي خليكم معنا أسرحبهم الشخير ده موضوع في منتهى الأهمية في منتهى الخطورة للطبية الشخير حاضطك بصفة عامة زي ما الناس كلها عارفا صوت عالب يصدر أثناء النوم لكن هو السؤال أي صوت عالب يصدر أثناء النوم هو ده الشخير بنعتبره شخير وبندخله تحت علاج للشخير لا طبعاً أبقى نايمة بقى يجين اختناء بالليل وأقوم أقعد مش قادر أخد نفسي ضربات القلب بتاعتي سريعة الضغط على طول عند عالي مبادمش الأكل مبادمش الأكل